اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة او انك تدور عليه في صناديق اللي هي صناديق ايرومان تحصلها هذه خريطة تبقين لكم جميع مواقع صناديق ايرومان في الخريطة تقدر تسوي التحدي هذا في كذا جيم مو ضروري في جيم واحد التحدي التاني يقولك قم بتصفية خزم بطلقة في الرأس عدد واحد طيب هذا التحدي تقدر تسويه على البتات وتقدر تسويه على العداء لاحظوا معايا شوفوا البت لما يطيح لاحظوا معايا فلما تيجي تفنشوا مو ضروري البت حتى العداء لما تيجي تفنشوا فنشوا بالرأس شو انحسب معاك فهمتوا كيف؟ يعني مو ضروري انك انت تطيحوا بضربة بالرأس لا اذا طيحتوا مو مشكلة اهم شي تفنشوا بطلقة في الرأس مو طلقة واحدة لا عدة طلقات يعني انا صويتها قدامكم عدة طلقات اهم شي تفنشوا برأسه فيسوى معاك التحدي تقدر تسويه على البتات وتقدر تسويه على العداء التحدي يقولك اتمم احد ارشادات الضل عدد واحد ارشادات الضل اللي هي هادي كيف تعرفوا مواقعها؟ ركزوا معايا لما تدخل اي منطقة تحصلها نفس الشكل هذا شايفين؟ زي اللابتوب او الكمبيوتر شايفين؟ تبين معاك على طول لاحظوا معايا كيف شكلها هذي هي طيب يقولك اتمم كيف تتم المهمة بالكامل؟ تروح عندها شوفوا حطوا ببالكم شي واحد افضل مهمة تاخدها اللي هي مهمة المنطاد موجودة في كل مكان زي كذا شوف بعد كذا تتمم المهمة كيف تتممها؟ انك انت تروح تفك المنطاد هذا اللي هما محددينه شايفين؟ هذا هو حاول انك تفكوا قبل ما احد يفكوا اذا احد فكوا ما ينحسب معاك التحدي فترجع تسوي التحدي من اول وجديد هذا هو المنطاد بس تيجي تفك المنطاد انحسب معاك التحدي فهمتوا كيف؟ طيب هذه خريطة تبيي لكم جميع مواقع مهمات الضل حطوا ببالكم شي واحد انه المهمة لو نزلت في جيم اذا نزلت في جيم تاني ممكن ما تحصل نفس المهمة تختلف كل جيم تختلف وبعض الاحيان في المكان اللي انا سويت فيه المهمة اذا انت نزلت بعض الاحيان تحصل مو موجود اصلا فمواقعة انت تتنقل وتختلف في كل جيم فركزوا في هذه النقطة لكن اهم شي انك انت سوي حق المنطاد لان حق المنطاد اسهل شي في حق الاسلحة وفي حق الخريطة صعبة عليك ومتعبة صراحة لكن هذه اسهل شي فهمتوا كيف؟ طيب في التحدي يقولك خمسمية دمج في المعالم فيسوا معاك التحدي الخصوم تقدر تسوي على البطات وتقدر تسوي على الاعداء لاحظوا معي هوا بسوا معايا شايفين مطلوبكم سمية دمج وتخلص التحدي تقدر تسويه في كذا جيم مو ضروري في جيم واحد شو؟ خلصنا التحدي طيب في التحدي الاخير يقولك فتش الحاويات في المواقع المسمى قبل تلقي ضرر عدد عشرة المواقع المسمى يعني المناطق اللي باسم اي منطقة باسم ايش هي الحاويات؟ الحاويات كلها عبارة عن عندك صناديق الرصاص لاحظوا عندك صناديق الاسلحة اي صناديق تفتحها هذه تعتبر حاوية بس اهم شي قبل تلقي ضرر يعني قبل ما احد يدمجك او يسوي لك اي شي تفك فيك عشرة صناديق يسوه معاك التحدي تفك عشرة حاويات تمام؟ تقدر تسويها في كذا منطقة وتقدر تسويها في كذا جيم مو ضروري في جيم واحد هذه كانت جميع التحديات الاسبوع الرابع كده وصلنا النيت مقطعنا اتمنى يا شخص ما اشترك في قناتي اشترك في قناتي ولا تنسوا تفعيل زر الجرس ولا تنسوا استخدام كود الايتم شوب اكس تو اكس تو واهم شي لا تنسوا تدعموا المقطع بلايك وان شاء الله نتقابل مقطع آخر وفامان الله اشترك في القناة اشترك في القناة